هو يعني منع الغذاء جريمة يعني بالتأكيد اصطناع المجاعة أكيد جريمة لكنها لم تجرم طوال التاريخ الماضي مع الدكتور في الأزمات السابقة يعني لم نسمع أننا دولة ما أو كتلة عسكرية ما اتهمت بأنها تجوع أو فرض عليها بعض ربما العقوبات لأنها جوعت شعبا آخر فلماذا لا تقع هذه الجريمة بشكل قانوني ضمن القوانين التي تردع فاعلها ببساطة لأنها حبر على ورق ومن يقوم بالمحاسبة ومن يقوم ومن له القول الفصل في المحاسبة هم أنفسهم من يستخدم الغذاء كسلاح إذا ما رأيت إلى دول الدامة العضوية في مجلس الأمن هي نفسها كل دولة منها لها تاريخ في استخدام الغذاء كسلاح سابقا ولاحقا لذلك لا يمكن أن يكون الجلاد هو الحامي والحاكم ولا يمكن أن يكون الجلاد هو الذي سوف يمنع وصول أو حصول مثل هذه الجرائم خاصة أنه يستخدمه بشكل فعال لغاية الآن